كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني أن تعديل الدستور سيكون خلال شهر أفريل الجاري مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة الذي وعد بإتمام المشروع سيفرج عنه في الذكرى السنوية الأولى لأعادة انتخابه لعهدى رئاسية رابعة وقال سعداني في حوار مع موقع كل شيء عن الجزائر أن الرئيس يريد إقامة دولة مدنية ديمقراطية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار رأي الشعب الجزائري معطيا أمثل حول طبيعة هذه الدولة التي ينشدها الرئيس وهي حسب سعداني تلك الدولة التي تضمن حماية المعارضة السياسية وكذلك تتولى فيها العدلة صلاحية حل الأحزاب السياسية وليس وزارة الداخلية كما تمنح الحق لكل مواطن بسيط في الطعن في الأحكام على مستوى المجلس الدستورية وأشار سعداني إلى أن الدستور الجديد سيضمن إقامة الدولة التي أسس لها الأجداد في مؤتمر السمامة من خلال بيان الفاتح من نوفمبر 1954 هذا وانتقد سعداني بعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة والتي اعتبر بأنها لا تملك برامج ومشاريع وأنها لا تعد سوى أن تكون مجرد تجمع لمجموعة من الأشخاص مضيفا أن على الطبقة السياسية في الجزائر العمل معا في جو تحكمه الأخلاق